عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجلسة الخامسة عشر من سلسلة جلسات المنتدى الفكري تحت عنوان أليات زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية نحو مستقبل أفضل لتصنيع الزراعي وذلك بحضور نقبتين من المستثمرين في مجالي الزراعة والصناعات الغدائية وبمشاركة ممتلين عن وزارتي الزراعة والصناعة وأكد مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجهري اهتمام الدولة بالنهوض بأوضاع قطاع الصناعات الغدائية وتدليل كافة العقبات التي تواجهه في سبيل زيادة حجم النمو والإنتاج مشيرا الأهمية ذلك القطاع بالنسبة لإكمال سلاسل القيمة المضافة للإنتاج الزراعية وبما يسهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية والتعزيز حجم المعروض بالسوق المحلي